للسنة الثانية على التوالي تشارك المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة في معرض سوق السفر العالمي في لندن الذي تشارك فيه أكثر من مئة دولة بهدف تنشيط الشراكات الستراتيجية في السوق العالمي لصناعة السفر والترويج للوجهات السياحية داخل البلدان وتميزت جناح السعودي بمشاركة أربعين شركة من منظومة السياحة السعودية مما عكست على الزائرين أهم المعالم التاريخية والطبيعية والمنتجعات السياحية داخل المملكة كما حظيت جناح في يومه الأول زيارة الأمير خالد بن بندر سفير المملكة في بريطانيا والأستاذ أحمد الخطيب وزير السياحة تحديد الاتجاه المستقبلي للسياحة والاستدامة في صناعة السفر أهم ما نقش على هامش المعرض من خلال أكبر تجمع عالمي لوزراء السياحة وبإقامة أكثر من خمسة وسبعين مؤتمرا وجلسة حوارية ويذكر أن المملكة تستهدف تحقيق أكثر من سبعين مليون زيارة خلال العام الحالي وصولا إلى تحقيق الترحيب بمائة مليون زائر سنويا بحلول 2030 بصمة متميزة تضعها المملكة من خلال مشاركتها في هذا المعرض في عالم السفر والسياحة مما يعزز مكانتها في السياحة عالميا وفق مستهدفات رؤية 2030 يا مهند الراوي